حذرت الأمم المتحدة من أن الرصيف البحري الأمريكي الجديد لتسليم المساعدات قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية كذا برنامج الأغذية العالمي أن عمليات التسليم من الرصيف توقفت الأحد وأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقوم الآن بإعادة تقييم الإجراءات اللوجستية والأمنية وتبحث عن طرق بديلة ترجمة نانسي قنقر